ترجمة نانسي قنقر نمسي على السادة المشاهدين بكل خير ونرفع إلى مقام سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أسمى آيات التهاني والتبركات بمناسبة البدء وافتتاح دور الإنعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس دعينا الله عز وجل أن يكون هذا الدور متميز بالإنجازات ويوفقنا في المزيد من الإنجازات ويكمال هذه المسيرة بإذن الله الملك حمد المعظم حفظه الله هو قائد هذه المسيرة هو الداعم الأول هو المحفز الأول لدور السلطة التشريعية في مملكة البحرين مع الالتزام بمبدأ الشفافية والديمقراطية وفصل السلطات بالإضافة إلى مبدأ التكامل مع السلطة التنفيذية وتعزيز وتحفيز الدور الرقابي عليها هذا جعل نموذج مملكة البحرين والعمل الديمقراطي نموذج متكامل نموذج متزن يحقق الغيات والأهداف المرجوة من هذا العمل الديمقراطي السادة جلال يعني لو نتحدث عن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وانعكاز ذلك على الأمل البرلماني وأداء المجلس نعم في تكامل واضح وتعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من خلال عقد الكثير من الاجتماعات الكثير من المناقشات التي تكون من منطلق الدور الرقابي للسلطة التشريعية أو في صناعة القوانين والتشريعات فلما تكون في هذه المناقشات سواء لمقترحات بقوانين أو مشاريع بقوانين نضمن أن نوصل لمرحلة من التوافق بين السلطتين لصناعة تشريع وصناعة قوانين تكون مناسبة للمستجدات والتغيرات التي تطرأ بالإضافة إلى أن تكون قوانين قابلة للتطبيق في أرض الواقع وتكون ذاته انسيابية وفيها بعض المرونة أن تكون صادرة بتوافق بين السلطتين فتكون ذاته انعكاس إيجابي ذات أثر وتصب في مصلحة المواطن وتصب في مصلحة الوطن في المقام الأول نعم السادة إجلال نحن بصدد بدء دور تشريعي جديد خلال الفصل السادس وهو الدور الثالث أهم الموضوعات أو القوانين التي ستكون مطروحة على طاولة السلطة التشريعية خلال هذا الدور نعم بإذن الله بكرة نحن نترقب أولا للخطاب السامي لسيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله الخطاب هذه والكلمات السامية التي تفضل فيها كل دور كل بداية دور فيها مضامين تكون لنا ونتخذها كمنهج وكخطة طريق نفتح فيه هذا الدور ونركز على الموضوعات التي يركز فيها في هذه المضامين وفي هذه الكلمات السامية بالإضافة إلى حزمة كبيرة من المقترحات بقوانين ومشاريع بقوانين التي كانت موجودة من الدور الثاني ويتخذ فيها إجراءات ويتخذ فيها نقاشات في هذا الدور المقبل بإذن الله وأيضا في مراسيم بقانون تقريبا سبع قوانين سبع مراسيم عفوا راح تتخذ فيها من الإجراءات وراح تناقش على طاولة مجلس الشورى بإذن الله نتمنى في الختام أن يكون الدور المقبل دور حافل بتوفيق من الله سبحانه وتعالى بالإنجازات بالنجاحات وكل هذه النجاحات إن شاء الله تصب في مصلحة الوطن والمواطن بإذن الله نعم نتمنى لكم التوفيق سعادة السيدة جلال بوبشيت حضو مجلس الشورى شكرا جزيلا لك شكرا شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك